وينجح وتشاور عليه كابتن خطيب تابع لغاية ليلة الحفلة لغاية الساعة كاملة اتطم من امتى طيب قبل 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 الحفلة انا بشوف الكابتن اه على على في اوقات كتير والله العظيم برضو هي شهادة حق هو الراجل ده اللي هو بعمله ده مش صح عليه مش طبيعي ما بينامش والله يا جماعة ده ما كلام برامج والله العظيم دي الحقيقة الراجل ده مش بينام لو فيه لعيب لازم يخلص النهاردة هو مش هيروح ينام غير لما اللعب ده يكون ماضى انا شاب انا شاب ببقى تعبان بقى تعب هو بيبقى تعبان بس هو ده قبل الحفلة ده بقول لحدك في مواقف قبل الحفلة في لعيب وشفت حاجات غريبة يعني بقول له يا كابتن خلاص يا كابتن روح يا كابتن مش طبيعي يعني اللي بيعملوا الحفلة جيلي يوم مش بيجي مثلا يعدي عارف انت لا اتنين وتلاتة صفح كان يجيني تلك هناك عارف الناس اللي بتيجي تعدي ربع ساعة كده ايه الاخبار يا جماعة انتم تمام اه مش عارف ايه لا هو كابتن بيجي يقعد بالساعتين وبالتلاتة وبالاربعة قاعد ويتناقش ونفكر ونعمل فهو فهو لا هو هو خلي بالك في النجاح وموسوس قوي يعني يبقى الآن لأ يفضل يكلمك في تفاصيل في تفاصيل لحد ما يشوف النتيجة يبتدي يهدأ انما قبل ما يشوف النتيجة بيبقى متهيق له ان فيه حاجة غلط حتيحصل نظبوط لازم حسيت انه كان الآن قوي ليلة الحفلة ولا لما شافكو لا انا هو كابتن دايما الحمد لله الحمد لله عنده سخفية الحمد لله وفي الناس اللي شغالة يعني همش قوي التجربة جربنا كم اقتمرات النادي كلها كلها عملناها بلكده بس ده وقته قصير والعمل كبير حفلة النجم الربع حتى ده هو عارف ما انا قلت حدا كيف الاول ام انا مش هتطلع الكلمة من بقي غير لو انا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله قادر اعمل فانا دي بنيت الثقة مع الكابتن كده كل حاجة كل تجربة سواء في القناة سواء خلاص يا كابتن يبقى خلاص فلما بقول له كابتن حذك ثق ان شاء الله لا هينفع هينفع فيح طلبات بيطلبها مني بقول له هحاول لاني مش كل حاجة انا مش سحر فبقول له يا كابتن هحاول بموت نفسي ان انا عملها والحمد لله ربنا وفق انه هو مفيش حاجة طلبها في الحفلة دي ما اتعملتش فجأة ليته بيكلمني قبل الحفلة بستة ساعات بيطلب طلب معين مستحيل يعني هو مستحيل فانا بكلم ياسمين مهندسة ديكور وانا عارف ان هي هتقول لي مش هينفع وفي دماغي اني هرجع اقول له مش هقدر فلقيتها سكتت شوية كده وقيت لي حاضر هتعرفي قالت لي حاضر الناس اللي شغلينيوا على الجرافيكس طلبات جديدة جات لي افكار فكرة النسر اللي على البوابة نسر دهب يطير على البوابة الصغيرة جات لي الساعة 8 الصبح قبل الحفلة وانا ما نمتش مليون اللي قبله انا سجلت الاغنية الساعة 6 الصبح قبل الحفلة انا الوحيد المغني اللي ما كنتش روحت سجلت مش لاحق اروح اسجل الجزء يعني مثلا اه يعني اغنية وانت بفوص الهيسة دي كلها بتسجل اغنية اه اه ومعك اربع خمس فننين تقال تقال مش يظهر يعني ستة فننين الاغنية هنجيلها